المسائية من الميادين سلام الله عليكم وفي عنوين ملفها سقف مرتفع لهجة وغير مسبوق لفصال المقاومة العراقية تهديد للقوات الأمريكية واعتبار الزرف مرشح استخباراتها الزرف يعلن عن برنامج الوزاري ساعيا لنيل ثقة البرلمان فكيف سيتعامل مع دخول فصائل المقاومة على خط الواقع الحكومي القوات الأمريكية تتابع عمليات إعادة تموضعها وتنسحب من قاعدة الحبانية فالفشل رهان واشنطن على تغيير الوقائع الميدانية والسياسية رسائل حاسمة هي الأبرز لفصال المقاومة العراقية من التطورات المرتبطة بعملية تشكيل الحكومة والوجود الأمريكي في العراق فالقوات الأمريكية بحسب بيان الفصائل هي أضعف من أن تدخل في حرب معها وأنها اضطرت إلى الانسحاب والتمركز في قواعد محددة لحماية نفسها معادلات تطرح تساؤلات عن أجندات أمريكا ومخططاتها لما بعد عملية اغتيال الشهيدين القائدين سليمان والمهندس ورفاقهما فألخسرت واشنطن الرهان على أجندات تربط ربما بين تنفيذ الاعتداء بفرض ما تريد وما تشاء وحصدت نتائج معاكسة لحساباتها في العراق تعثر الأمريكي ربما ينسحب أيضا على الواقع المتصل بتشكيل الحكومة فمع إعلان عدنان الزور في إكمال تشكيلته الحكومية جاء بيان فصائل المقاومة لأعيد حساباته إلى نقطة الصفر بوصفه مرشح الاستخبارات الأمريكية وأنه شخص مثير للجدل متهم بالفساد وتكليفه يهدد السلمة الأهلية موسيقى 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 مرحب بضيوف المسائية معنا من بغداد عضو المكتب السياسي لعصاب أهل الحق السيد سعد السعدي ومعنا في استوديو الميادين منسق شبكة أمال البحوث والدراسات الاستراتيجية لأستاذ نيس النقاش أرحب بكم ضيفي العزيزي نبدأ هذا الملف من تأكيد فصائل المقاومة العراقية أن كل العمليات التي حصلت ضد القوات الأمريكية في العراق لم تكن سوى رد بسيط على اعتداءاتها رافضة ترشيح عدنان الزور في لتأليف الحكومة وصفته بمرشح الاستخبارات الأمريكية هذا تقرير لحسين السيد أرض العراق وسماءه ستتحولان جحيما على القوات الأمريكية بهذه التهديدات استهلت فصائل المقاومة العراقية بيانها الموحدة في رسالتها ضد التواجد الأمريكي في العراق بعد رفض واشنطن الانسحاب التام الفصائل أكدت أنها ستتعامل مع القوات الأمريكية بلغة القوة بعد أن أثبتت أنها لا تفهم إلا هذه اللغة مشيرة إلى أن ما مرت به القوات الأمريكية في العراق هو رد بسيط لأن قرار العمليات لم يكن قد اتخذ بعد وأن التهديدات الأمريكية الأخيرة للمقاومة العراقية هي محاولة للتغطية على هزيمتها مؤكدة أنها لن تسمح لواشنطن باحتلال العراقي وصريقة ثرواته وتقسيمه اللهجة العالية للمقاومة لم تقتصر على القوات الأمريكية بل امتدت في رسالتها إلى الداخل العراقي بوصفها عدنان الزرفي بمرشح الاستخبارات الأمريكية رافضة ترشيحه لتشكيل الحكومة كما حذرت رئيس الجمهورية بأن ترشيح الزرفي يعتبر مخالفة لإرادة المتظاهرين والمرجعية وتهديدا للسلم الأهلي الأمر الذي لن تسمح بحدوثه المقاومة دعت أعضاء البرلمان الذين حاولوا تمرير ترشيح الزرفي إلى التراجع عنه لإفشال هذه المؤامرة فصائل المقاومة وصفت فيروس كورونا بالعدو الجديد مؤكدة وقوفها إلى جانب العراقيين في مواجهته كما فعلت مع داعش سيد سعد السعدي من بغداد حياك الله ومباشرة أبدأ معك ما الذي استدعى إصدار مثل هذا البيان بهذه الصيغة لثمانية فصائل من فصائل المقاومة العراقية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد الكريم ولمشاهدة الميادين الفرائية بالحقيقة أعتقد أن هذا البيان الذي صدر اليوم من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق هذه الفصائل التي عرفت بالجهاد والمقاومة والتضحية وبذل النفس في سبيل حفظ هذا الوطن وسيادة هذا البلد وسيادة مقدساته جاء بعد الجرائم المتكررة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في العراق الإدارة الأمريكية في العراق منذ احتلالها للعراق إلى حد هذا اليوم ارتكبت العديد من الجرائم أول تلك الجرائم هي احتلالها للعراق الغير مبرر والجرائم الأخرى بحق أبناء الشعب العراقي هي هدم البنى التحتية وتدمير مؤسساته وجعلها نهبا أمام السراق وشذاذ الآفاق هذه الإدارة الأمريكية وبعد أن حقق أبناء الشعب العراقي الانتصار الكبير عليها في عام 2011 واخرجتها المقاومة ذليلة مذحورة من أرض العراق حاولت أن تدخل إلى العراق مرة ثانية من الشباك تحت عنوان محاربة داعش نعم تحت عنوان محاربة داعش والقاعدة متناسين أو يحاولون أن يضحكوا على الذقون بأنهم هم من جلبوا داعش وهذا ما صرح به ترامب في خضاب التنصيب وكلنا سمعنا ورأينا ذلك عندما قال أن من جاء بداعش هي أمريكا وأوباما تحديدا وهو الذي درب داعش وهو الذي وكنا نشاهد نحن والمتحدث كنا نشاهد في أيام المعارك التي نخوضها أمام داعش كانت الطائرات الأمريكية تنزل الأسلحة والاعتداء والمؤن إلى داعش وكنا نشاهدها بأمي أعينا قد نقلت العديد من وسائل الإعلام هذه الحقائق الآن سيد سعد اليوم الآن وبعد أن انتصر العراق وحقق نصرا تاريخيا كبيرا على داعش وعلى صنيعة أمريكا في العراق الأمريكان اعتبروا أن وجود الحجد الشعبي وفصائل المقاومة التي تمثل العمود الثقري للحجد الشعبي هي تهديد الاستراتيجية الأمريكية في العراق تهديد لمشاريع أمريكا في العراق والمنطقة عموما فأخذت في سلسلة إجراءات ضد فصائل المقاومة والحجد الشعبي ابتدأت بوضع العديد من الفصائل الحجد الشعبي وفصائل المقاومة على لائحة الإرهاب ثم انتقلت إلى الشخص وضعت الكثير من قيادات الحجد الشعبي وقيادات المقاومة الإسلامية على لائحة الإرهاب وعلى عقوبات الخزارة الأمريكية وغيرها سيد سعد كل ما قلته سواء كان تاريخيا نشأت المقاومة العراقية ما فعله الأمريكيون هذا أصبح مثبت تاريخيا ومصادر أمريكية بدأت تحدثت عنه أصلا في حينه بعد غزو العراق 2003 لكن ما الدافع لإصدار بيانكم اليوم هذا ما هو الخطورة التي تم لمسها أو التوجس منها حتى جاء بيان بهذه الصيغة التي عرضناها الدافع بعد أن ارتكبت الإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل وبعض أعراب الخليج الجريمة النكرى باستهداف الشهداء القادة قادة الانتصار الذين أسمتهم المرجعية بذلك الشهيد القائد سليماني والشهيد القائد أبو مهد المهندس وكان هناك ردا من الجمهورية الإسلامية ردا صاحقا على هذه الجريمة كنا نتحدث مع السياسيين ومع الحكومة العراقية ومع البرلمان العراقي على أن نتخذ جراءات دبلوماسية وسياسية من أجل إخراج القوات الأمريكية من العراق لأنها بدأت على أن ترتكب الجرائم وتختلف السيادة وفعلا صدر هذا القرار من البرلمان العراقي وهو قرار تاريخي طبعا بخروج القوات الأمريكية من العراق وكذلك كان هناك قرار الشعب العراقي في ثورة العشرية الثانية في المظاهرة المليونية التي لم يرى التاريخ مثل هذه المظاهرة خرج أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه بكل مسمياته بكل ألوانه بكل مذاهبه عبر عن هذه الإرادة وعبر عن رأيه ومطالبته بخروج القوات الأمريكية اسمح لي أنتقل لنسمع رأيي لشهر وبعدها إذا سمحت لأكمل لك فبعد كل هذه الإجراءات الاستهتار الأمريكي والعنجهية الأمريكية لم تأبه بقرار الشعب العراقي والقرار باللمان العراقي بل ذهبت إلى أبعض من ذلك قامت بتزويد قواعدها بصواريخ باتريوت قامت باستهداد مقرات الحج الشعبي في تأكيد منها على أنها لا تنوي مغادرة سيدة نيسي النقاش الملف العراقي يتجه للتصعيد هذا واضح من خلال تصريعات الأمريكيين التحركات الأمريكية ردود فعل أيضا فصائل المقاومة العراقية والتصريحات الصادرة من طهران أيضا التي ردت على الرئيس الأمريكي عندما حذر إيران من أي تصعيد في العراق وتم الرد عليه من قبل أكثر من مسؤول سيد محسن رضائي رد على هذه التصريحات أكثر من مسؤول إيراني أيضا رد بالمجمل هذا الملف كما تراه إلى أين تتجه العراق في الأيام المقبلة في ضوء التطورات العسكرية والأمنية والسياسية التي نراها أولا يجب وضعه في خارطة الأهداف الأمريكية على المنطقة وبالعراق بالذات منذ أن جاءت بالألفين وثلاثة الهدف بحرب 2003 غير ما هو معلن لا كان في أسلحة دمار شامل ولا كلها كذب هذه وحتى بناء دولة جديدة ديمقراطية وكما كانوا يعلنون هذا أيضا ليس صحيحا لأنه اليوم في المعلومات وما كتب وظهر على أن الفوضى التي كانت في العراق والاشتباك الداخلي والتبجير الذي حصل في العراق كان مقصودا وحتى لو كان الجيش الأمريكي لا يدركه يعني هناك كان موقف علني رسمي لبعض الإدارة الأمريكية وهناك أجهزة استخبارات تعمل بشكل آخر وهذا لخصه وولفوفيتس في لقاء في بغداد عندما قال لزبدة الزبدة من القيادات الأمريكية والسياعية بينتهم أنتم لا تدركون حقيقة الأهداف الأمريكية والسياسة الأمريكية في المنطقة هذا كمان عمان بحاكم بيحكي الرأي العام عم بيحكي مع مسؤولين أمريكي عندما يكون هناك خمس سلاف انتحار سعودي يأتون من سعودي ويفجروا أنفسهم في العراق هل تعرف المخابرات الأمريكية ذلك؟ ما هذه اللعبة حليفك الأساسي يخرب الوضع فكان حتى من طول الموضوع نطيل على المسألة الهدف كان تدمير العراق تشتيت العراق تفكيك العراق وإضعاف العراق نعم الآن وجدوا أن كل هذا التفكيك وهذه الجرائم التي ارتكبت من رحم هذه المأساة خرجت مقاومة خرج تيار وطني فهم أن الأمريكي عدو وليس صديق وأصبح لديه توجهات تتلائم مع محور المقاومة في التحر الوطني بالإقليم وليس فقط في العراق لذلك أصبح الهدف الآخر للوجود الأمريكي اليوم في العراق ليس تفكيكه وضربه لأن هذا يعتبر كالتم للأسف يجب أن نعترف اليوم وضع العراق ليس سليما بتاتا لا من ناحية السياسية ولا من ناحية الاجتماعية ولا الاقتصادية ولكن لا يكون هناك قدرات وطنية تخرج من العراق حماية لما يسمون حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة على رأسها إسرائيل المملكة السعودية وبعض الدول التي يخافون من عدة أمور ليس مسألة أمنية وعسكرية حتى بمسألة النفط يعني العراق لو استطاع أن يبني إنتاجه النفطي كما يجب بعشر مليون برميل وهو قادر على أن يصل إلى هذا المستور سيصبح هو لاعب أساسي أول في العالم لأنه يستطيع أن ينتج عشر مليون برميل يوازي إنتاج السعودية يوازي السعودية ولكن نوعية معرفع الإنتاج نوعية النفط العراقي أعلى من النفط السعودي يعني هي النفط الخفيف لكن أنا ممكن أعطيك يعني مقاربة مختلفة سيد أنيس اليوم بعد اغتيال الشهدين المهندس والجنرال سليماني إيران فصائل المقاومة العراقية التي كان يرأسها الشهيد المهندس تريد الانتقام وبسبب أن الولايات المتحدة تجاوزت خطوط حمراء باغتيال هؤلاء القادة بدأت التحركات لعملية الانتقام وضع الهدف إخراج القوات الأمريكية الآن الأمريكيون يبنون سيناريوهات وستراتيجيات عسكرية وأمنية وسياسية لمنع قيام ذلك هذا هو المشهد في العراق كما يراه كثيرون اليوم كلمة الانتقام أنا أعتقد أقل بكثير من الهدف المعلن الذي هو إخراج القوات الأمريكية من غرب آسيا هذا الهدف ليس هدف انتقامي لأنه كانت ضربة عين الأسد تكون كافية أنه ضربناكم بصواريخ ودمرنا وهناك إصابات كثيرة بدأوا يعترفوا بها وكان يمكن إصابة مسؤول أمريكي كبير في أي مكان والمقاومة قادرة على ذلك بكرت رفع المستوى إلى حد عنوان إخراج القوات الأمريكية من غرب آسيا هو عدم ترك المجال للأمريكي لأي مناورة في الإقليم نعم يعني أنت عم تقوله بجلعك من المنطقة معنى ذلك أينما تموضعت ليس مسألة انتقام وأينما تموضعت ستبقى في خطر ولذلك اليوم بالتقديرات الأمريكية العسكرية والأمنية ماذا يقولون نحن اليوم محاصرون يمكن الضربة أن تأتي من عراقيين ممكن تأتي من محر المقاومة والمنظمات أخرى ويمكن أن تستكمل إيران ضربتها لأنه ما لم تصريح طلع من إيران وقال ضربت عن الأسد وتكفي وهذه ضربتنا نعم بالأسبوع الماضي كان فيه أنه هذه هي كان الضربة الأولى يعني المسألة المفتوحة ولذلك اليوم الأمريكي مربك بالمقابل جبت المقاومة تريد أن يعني ترتب أوضاعها وأوراقها السياسية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية بحيث أن تكون المعركة عندما تبدأ بالمستوى الأعلى لا يكون هناك عقبات بالاستعدادات بهذا الموضوع هون عم تقصد البيئة السياسية البيئة السياسية والعسكرية أيضا لأن الحجد الشعبي قوات المقاومة العالم في العراق كانت منفلشة في حربها مع داعش ولم تكن بنيتها سرية بمعنى خوض معركة مع البيئة المتحدة إذا سمحت لي أوقفك قلينا أستاذ أنيس أريد أن أسأل فقط بضع أسئلة وأرجو الإجابة باختصار سيد سعد السعدي عفوا لأن لدينا أسئلة كثيرة بما أنك تمثل تنظيما من حركات المقاومة أو من فصال المقاومة العراقية وأيضا منضوي في الحجد الشعبي أستاذ سعد تفسير تفسيركم أنتم في عصاب أهل الحق للتحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة يعني في الوقت الذي تقول أمريكا ستصعد في ضربة خطفة من قبل ولايات المتحدة الأمريكية تريد قلب موازين القوى في العراق وفي تحذيرات من كتاب حزب الله العراق وفي نشرة صحيفة أيضا أمريكية تفاصيل في هذا الوقت الأمريكيون قاعدة الحبانية الجوية هل لديكم تصور لما تقوم به القوات العسكرية الأمريكية في العراق ما هي أهدافه أسبابه ماذا تنوي فعلا سيدي الكريم كل المراقب الآن بدأ على طلاع واسع بأن التحركات الأمريكية في العراق وفي المنطقة عموما وخصوصا في موضوع إخلاء بعض القواعد في العراق إنما هي لغرض إعادة الانتشار وإعادة التموضوع وليس لأجل مغادرة العراق وكلنا بدأ الآن يعرف وهذا بات واضحا إن الإدارة الأمريكية بدأت تخطط لوجود طويل الأمد في العراق لأجل استهداف كل ما يشكل خطر على مشاريع أمريكا في العراق وفي المنطقة خذ مثالا إنها بعد جريمة التي ارتكبتها على يعني في أرض العراق وانتهاء كالسيادة العراق قامت باستقدام صواريخ باتريوتس لدينا سأل هذا السؤال ما هو سبب استقدام هذه الصواريخ إن كانت جادة في مغادرة العراق ليست لا تمتلك أي جدية الإدارة الأمريكية في مغادرة العراق وأنما وهذا ما عبر عنه الرئيس الأمريكي في زيارة السرية قال نحن متواجدون في العراق لأجل الاستراتيجية الأمريكية لأجل لكن هناك معلومات أستاذ سعد حسب مصادر قناة الميادين بأنهم عرضوا الانسحاب أو جدول زمني للانسحاب خلال عام دون طبعا أن يقدموا ذلك كوثيقة أو اتفاق ولكن كان التزام الشفهي بأنهم يمكن أن ينسحبوا أو يمكن أن يقدموا وعدا بالانسحاب خلال عام أو بعد عام لو كانت الإدارة الأمريكية جادة في أنها تفكر تريد أن تنسحب من العراق لقامت بمبادرات ببذل من أن تصعد من حربها النفسية ومن تصريحاتها الإعلامية بأننا سوف نقوم باستهداف مقارات الحجد الشعبي وقيادات الحجد الشعبي وقيادات فصائل المقاومة لا أعتقد أن هذه المعلومات التي سمعتم بها صحيحة اليوم الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة لإعادة تموضوها في العراق لإعادة نشر قوتها في العراق وهذا واضح اليوم اليوم الإدارة الأمريكية حتى أنها ذهبت إلى أكثر من ذلك الآن بدأت تتدخل بشكل واضح وصريح في رسم السياسات العراق اليوم ماذا تسمي الدعم الأمريكي والإعلامي الواضح لمرشح التكليف الزرفي ماذا تسميه هناك دعم إعلامي وقناة الحرة وغيرها من أجل تمرير وهناك ضغوطات أنا وضح لك معلومات حقيقية هناك ضغوطات أمريكية تمارس اليوم على بعض السياسيين وبعض النواد من أجل تمرير حكومة السيد الزرفي طيب أستاذ سعد أستاذ أنيس مشاهدينا نتابع تقرير حول موضوع تكليف السيد عدنان الزرفي وأيضا ما قالت الفصال المقاومة العراقية في هذا التقرير لزميلة عبدالله بدران من بغداد أصدر الثمان من الفصائل العراقية بيانا مشتركة تضمن تبنيا لعمليات استهدفت الوجود الأمريكي من دون تحديد سمته عسكرية كانت أم غيرها وعبر البيان عن حسم خيارات الفصائل الموقعة عليه بالحل العسكري أو ما سمي بلغة القوة أورد البيان في فقرته الثانية رفضا قاطعا لتكليف النائب عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة ودعت الكتل لاعتراض ترشيحه ورفضه واصفة إياه بالجدلي الذي تنافي تسميته شروطا حددتها المرجعية وطالب بها المتظاهرون والملاحظ أن فصائل مهمة لها تأثير في الساحة السياسية وميدان المواجهة لم تكن ضمن الموقعين على البيان ككتائب حزب الله العراق ومنظمة بدر وكذلك سرايا السلام وباستثناء تنظيمي عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء فإن الفصائل الأخرى لا تمثيل سياسيا لها والأمر يبدو أنه ذو مغزا يستحق الإطلال عليه ويعكس تقييما متباينا بين الفصائل لملامح المشهد العراقي ومتطلبات المرحلة فما قرأته الفصائل الموقعة في البيان أن حتمية الصراع مع الأمريكيين واقعة حكما لا ريب فيها بينما يسترعي الانتباه أن لهجة بيان كتائب حزب الله الأخير تضمن إشارة لإمكان التهديئة رغم احتوائه على رسائل التهديد التي جاءت في مسار سجال التهديد المتبادل بينها وواشنطن كتائب حزب الله وجدت ووفقا لبيانها الأخير الذي أبدت فيه استعدادا لألا تهاجم الأمريكيين إن أثبتوا نوايا المغادرة أن ذلك مبني انطلاقا من ميزان تقديرات متعدد الرؤى ليس أوله حالة الانقسام السياسي الذي لا يراد له أن ينزلق إلى المزيد على أنها تؤكد عملية مواصلة تعزيز الجهوزية ورفع الاستعدادات ومراقبة ورز تحركات الأمريكيين فالتعويل على حسن نواياهم ترخص محظور عبدالله بدران بغداد الميادين أستاذ سعد في بغداد عندي سؤالين قبل ما أنتقل للأستاذ أنيس النقاش أيضا لنستمع لرأيه في ما تناقشنا به أستاذ سعد ما هو الدليل يعني دليلكم في الفصائل المقاومة العراقية الموقع على البيان وغير الموقع على البيان بأن عدنان الزرفي هو مرشح الاستخبارات الأمريكية كما جاء في بيانكم هل لديكم أدلة فعلا تدعم هذا الرأي أنه الرجل أتت به الاستخبارات الأمريكية أولا يا سيد الكريم علينا أن نعرف حقيقة أن الإدارة الأمريكية ليست جمعية خيرية ولم تأتي إلى العراق والمنطقة من أجل سواد عيون العراقيين أو الشعب العراقي الإدارة الأمريكية تمتلك مشروعا ورسمت له خارط الطريق وهي تمضيبه نعم وأما موضوع تكليف السيد الزرفي فهو واضح جدا لأن تكليف رئيس الوزراء يجب أن يكون من الكتلة الأكبر وهو استحقاق شيعي وهذا ما تسالمت عليه كل الحكومات قاموا الكتلة الشيعية قدمت الكثير من الشخصيات إلى رئيس الجمهورية ولكن رئيس الجمهورية الذي نعتقد أنه يرتبط ارتباطا استراتيجيا بهذه المشاريع رفض كل هؤلاء المرشحين بحجة أنهم جدليين ولا تتوفر بهم شروط المرجعية ولا تتوفر بهم شروط المتظاهرين الذين خرجوا في العراق واليوم هذا السؤال يطرح هل أن السيد الزرفي يمثل إرادة المرجعية إرادة الأكثرية الشيعية يمثل إرادة المتظاهرين أبدا هو شخصية جدلية يمتلك جنسية أمريكية هو من الشخصيات المهمة التي دخلت مع الاحتلال الأمريكي وقد عينه الحاكم العسكر بريمار أبان الاحتلال محافظا للنجف الأشرة بعدين كان يعمل بصفة مترجم أو وظيفة أخرى لديه وكل هذه الشواهد تدل بالإضافة إلى الضغوطات السياسية التي تمارس نعرف اليوم في الكهبين السياسية والحكومية هناك معلومات مؤكدة وهناك تداولات حصلت مع بعض الكتر السياسية على أن هناك ضغوطات أمريكية من أجل تمرير السيد الزرفي حتى على رئيس الجمهورية وحتى على بعض النواب وصلت إلى إعطاء منح يعني عرض أموال وعرض حتى ملفات لم تصوّسه فنعرض هذا الملف أمام الإعلام وأمام القضاء وهكذا هناك يعني ممارسات هذه معلومات سيد سعد يعني سيد سعد هذه معلومات بأنه تم تهديد نواب وتم ابتزاز وفتح ملفات فساد أو ملفات أخرى تملكها الاستخبارات الأمريكية أكيدا الاستخبارات الأمريكية والإدارة الأمريكية اليوم تمارس شتى الضغوط وبالمقابل تقوم بدعم إعلامي واضح وكبير لمرشح رئيس الجمهورية من أجل تمريره تحت قبة البرلمان هذا واضح بات لكل مشاهد إذا مر سيد سعد كيف ستتصرفون؟ لا أعتقد أن السيد الزرفي المكلف سيمور لأن الكتل السياسية لا سيما الكتل الكردستانية والكتل السنية قالوا بعبارة واضحة أننا لن نذهب إلى جلسة تصويت على حكومة الزرفي إلا بعد إقناع الشيعة أبدا وهذا ما تكلموا به معنا صراحة أننا لن نقبل بحتى الحوار مع الرئيس المكلف والشخص المكلف إلا بعد إقناع الشيعة لأنه استحقاق شيعي لكن في قوى شيعية تدعم أستاذ سعد كما تعرف قوى شيعية أقلية وليست أغلب الكتل الشيعية هي رافضة لهذا التكليف وحتى من الكتل الكردية والسنية هم لن يقبلوا بتمرير أي رئيس وزراء أو أي شخصية إلا بموافقة الكتل الشيعية لأنه استحقاق شيعي كما تعرف نعم المعركة قاسية أستاذ أليس المعركة قاسية على المستوين السياسي كما تابعنا مع الأستاذ سعد وعلى المستوى الميداني والعسكري أيضا سبب استشراس الولايات المتحدة اليوم أنها تريد هذا الموقع هو بسبب ضعف موقعها العسكري يعني لو كانت قادرة بالعمل العسكري أن تحسم المواضيع كلها لما كانت اهتمت بأن يكون هناك رئيس وزراء موالي لها ولكن تريد أن تحمي نفسها برئيس وزراء موالي لها لعله وعسى يعني تعمل شرخ ما بين الإدارة السياسية والقوات المسلحة لأنه مركز رئيس الوزراء هو قائد العام للقوات المسلحة وعندها سيكون هناك شرخ كبير مع فصائل كثيرة بالحجد الشعبي وغيره لا سمحنا لو جاء هو رئيس وزراء واتخذ قرارات غير مناسبة كلام الأستاذ سعد أستاذ أنيس عندما يقول فيه ابتزاز لبعض النواب فيه تهديدات فيه لاخرية إذا ما نظرنا إليه بالتوازي مع تصميم رئيس الحكومة المكلف بالذهاب إلى البرلمان وكأنه فيه تحضير المفاجأة في البرلمان أنه يمر هذا مش بالضرورة هذا بيكون توجيهات الولايات المتحدة إليه أننا نرتب لك الوضع أنت لازم تتكمل الصورة يعني ما تكون مهزوز أبدا مش بالضرورة أنه يوصل للنتيجة هو يلعب دوره المرسوم له ويحاولون تجميع الأكثرية له أنا لا أعتقد على أن هذا يمكن أن يمر في العراق يعني العراق الذي دفع دماء بالآلاف لمحاربة داعش وقبل داعش والمقاومة هل من أجل أن يهزم بمعركة شبه ديمقراطية الجميع يعرف على أن الولايات المتحدة قد هددت بعض النواب وبعض الكتل وأن جزء منهم بكل بساطة هم يعني عملاء المخابرات هذا ليس كلامي الناس بتعتقد على أن علاقاتها بالمخابرات ستبقى أبد الأبدين سرية اليوم تفتح كتب أمريكية تقول لك هذا ليس أول رئيس وزراء يأتي إلى العراق بعد سقوط صدام يكون عميلا لمخابرات هناك رئيس وزراء وضع اسمه في كتب أمريكية أنه على البيرول دباع الـ MI6 أنه هذا عميل بريطاني والأمريكان يتعاملون معه فالأمور أصبحت شبه معروفة بالعراق هل يستمر العراق بالتعامل مع وجوه سياسية تقدم نفسها ضمن اللعبة الديمقراطية والجميع يعرف على أن هذه مرتبطة وتبعة وأنها عميلة وأنها تنفس أجندة خارجية يمكن الأستاذ سعد يسمعنا إلى البرنامج الحكومي الذي قدمه عدنان الزرفي 16 نقطة في البرنامج الحكومي كلها نقاط يمكن النظر إليها بأنها قد تخرج العراق فعلا من أزمته الحالية عدا عن الأساس في البرنامج الحكومي بأن هذه الحكومة ستنظم انتخابات بعد سنة وكأنه يطرح نفسه كحكومة انتقالية بعد الانتخابات يعني حكومة قصيرة العمر ما هو هذا المطلب الأساسي اليوم بالبيت الأبيض هو تمرير هذه السنة تبعة الانتخابات انتخابات الأمريكية ما دائما لازم نأخذ الأمور أنه في عبقر بالبيت الأبيض يخطط لعشرين سنة البيت الأبيض اليوم عنده مشكلة كبيرة البونتاجون والجيش كله يقول وضعنا العسكري في المنطقة ليس سليما عن البتاتة هذه كل تقديراتهم العسكرية جيب باتريوت ولا غير باتريوت يعرفون أنه هذا لا يستطيع أن يحميه مئة بمئة ولذلك هم يعني يتمركزون في نقاط محددة ولكن لأن الرئيس يريد أن يمرر لا يستطيع أن ينسحب تحت الضغط وعنده انتخابات هو يريد أن يمرر هذه السنة فيأتي رئيس وزارة ويقول مرؤوني أن حكومة بعمل انتخابات هدئ الوضع إلى آخره هذا مطلب الرئيس ترامب تماما هذا لا يعني على أن خلف ترامب وما بين ترامب وما بين البنتاجون أنا أصر عليها أن الأجهزة العميقة المهمة التي تحمل المهمة بتدمير المقاومات العربية والإسلامية في المنطقة حماية لإسرائيل ما زالت تعمل مرة تطلع لك قاعدة مرة تطلع لك أو نسعب الزرقاوي ما عجبك هذا نجملك رئيس وزراء تابع لنا ما عجبك هذا الموضوع من فوتك الأكراد بالعرب كل هذه الأسليم هي من أجل تدمير المقاومات إلى متى سنستمر نحن في هذه اللعبة دون أن ندرك على أن الهدف الأساسي هو تدمير مقاوماتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة وعلينا أن نحرر منطقتنا من النفوذ الأمريكي فإذا المسألة ليست مقطعية بالنسبة للشعب العراقي أنه مرؤ له ستشهر ولا سنة من أجل الانتخابات أو يأتي أي إنسان المسألة هل نقوم التحرر الوطني في المنطقة نحرر العراق من الهيمنة الغربية يستطيع أن يتحرك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في المنطقة حسب مصالح العراق تماما أم أنه سيبقى تابعا للولايات المتحدة وضبنا هذه الضغوطات تابعا لها بالتسليح تابعا لها بالاتفاقيات تابعا لها بالاستخبارات تابعا لها بإمكانية حماية أجوائه حتى الآن هم لا يسمحوا له أن يمتلك لا قوة دفاع جوي حقيقية وهو قادر أن يحصل عليها من روسيا بشكل قوي ولا سلاح طيران حقيقية ستطيع أن يقول أنا لا أحتاج إلى الطيران الأمريكي وبالتالي هذه دولة لا تستطيع أن تقول أنا مستقلة وزاد سيادة طالما أن الولايات المتحدة تأخذ منها نذهب إلى فاصل ومشاهدين أيضا فاصل نكمل بعده في عناوين أخرى في ملف المسائية مجددا حياكم الله أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة أن عدة دول في تحالف الدولي تواصل سحب جنودها من مواقع عسكرية عراقية المتحدث باسم قيادة العمليات أوضح أن الدول التي تقوم بالانسحاب وإعادة الانتشار هي قوات فرنسا وبلجيكا وأمريكا وألمانيا هذا بالإضافة إلى الجنود الشيكيين المنسحبين من قاعدة القائم في هذا الخصوص قال وزير الدفاع البريطاني أن بلاده سحبت قسبا من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا أوضح أن القوات المعنية يتم سحبها بسبب تعليق برنامج التحالف الدولي لستين يوما كإجراء وقائي إثر تفشي وباء كورونا وتجد الإشارة في هذا الشأن إلى أن إعادة الانتشار تعني إما التمركز في قواعد أخرى موجودة داخل العراق أو خارج البلاد أستاذ سعد قبل هذه التحركات وهذه الانسحابات التي جرت من عدة دول في التحالف كان هناك هجمات لفصائل المقاومة العراقية برز في هذه الهجمات تطور نسأل عنه إن كان عندك معلومات يعني أستاذ سعد عصبة الثائرين من هم عصبة الثائرين الذين أعلنوا قصف قاعدة التاجي وأصدروا بياناً وفيديو يصورون فيه يوم أمس السفارة الأمريكية في برداد من هم؟ سيد الكريم أبناء الشعب العراقي شعب أبي يأبى الاحتلال ويرفض الظلم ويرفض المحتلين وهذا تاريخ شعب منذ عام 1920 وإلى يومنا هذا الشعب العراقي قاوم كل الاحتلالات بكل أشكالها ولم يسكت على ظلم ولم يسكت على حيث فعصبة الثائرين وغيره اليوم الأمريكان وكل القوات الأجنبية المتوجدة في العراق هي بمواجهة شعب بأكمله هي بمواجهة مقاومة شعبية سياسية اليوم الشعب كله يرفض هذا التجاو التواجد الأمريكي يرفض هذه الجرائم التي ترتكبها الإدارة الأمريكية فلا نستغرب أن تكون هناك فصائل سوف تنبتق جديدة لأجل مقاومة الاحتلال الأمريكي لأن العراقيين لن يسكتوا ولن يقبلوا بوجود أمريكا بعد اليوم في العراق لسيما بعد أن جرحوا وجدان هذا الشعب باغتيالهم الشهيد القائد أبو مهد المهندس والشهيد القائد قاسم سليماني وهكذا شهداء الحجد الشعب الذين تلقوا الضربات من طيران الأمريكي الإسرائيلي على أرض العراق ولكن وددت بالعودة إلى قبل الفاصل كان هناك كلام عن البرنامج الحكومي الذي يريد أن يعرضه السيد الزرفي على البرلمان العراق هذا البرلمان العراق يخلو تماما وبتجاهل متعمد من قرار البرلمان العراقي بإنهاء التواجد الأمريكي الأجنبي على أغوى العراق مما يعني أن هذا الرجل يسير بهذا الركب بالركب المشروع الأمريكي ولا بد أن تعرف نحن ليش تخوف اليوم من وجود هكذا شخصية أو يشبهه بحكومة انتقالية لأن الأمريكي يمتلكون مشروعا بإيجاد شخصية موالية لهم تبقى بهذه الحكومة الانتقالية ولكنها لن تكون انتقالية سوف تكون حكومة طويلة الأمد وسوف تعطى دعما ماليا كبيرا ودعما إعلاميا كبيرا في قبال الحديث عن أن هناك مشروعا لانقلاب عسكري أو سياسي ما شئ تسميه يتماشى مع مشروع فرض شخصية بعينها على العراقيين طيب خلينا نتابع أو دعنا نتابع في الأسبوع الماضية التحركات الأمريكية ما هي القواعد الأمريكية التي أولا أين تنتشر القواعد الأمريكية وما هي القواعد التي تم الانسحاب منها خلال الأسبوع الماضي هذا التقرير لإبا محمود أهلا بكم نشاط ملحوظ للقوات العسكرية الأمريكية في العراق واشنطن تسمي العملية بإعادة تموضع لقواتها في العراق إذ تعيد انتشار قواتها على الأرض العراقية وتخلي وتنسحب من عدد من القواعد العسكرية أخر تحركات القوات الأمريكية وتسليم مواقعها إلى القوات العراقية جرى في قاعدة الحبانية الجوية وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها الولايات المتحدة منذ منتصف شهر آذار مارس الفائت كما أنها تعد أقدم قاعدة لها في البلاد القاعدة تقع في محافظة الأنبار وتبعد ثمانين كيلو مترا غرب بغداد وتحوي مطارا وعدة منشآت ومرافق عسكرية عملية التسليم السابقة جرت خلال الأسبوع الفائت إذ سلمت قوات التحالف قاعدة كاي وان شمال العراق وقبلها بأيام كانت قد سلمت قاعدة القيارة الجوية جنوبية الموصل بمحافظة نينو كما أنها سلمت القوات العراقية قاعدة القائم العسكرية في الأنبار غربية البلاد على الحدود مع سوريا في التاسع عشر من آذار مارس الفائت القوات الأمريكية المستحبة تلتحق بشكل أساسي بقاعدتي حرير في أربيل وعين الأسد في الأنبار طبعا عين الأسد تحديدا تعد من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وتتواجد القوات العسكرية الأمريكية في العراق بشكل أساسي أيضا في قاعدة مطار أربيل الموجودة في أربيل بطبيعة الحال وقاعدة بلد في صلاح الدين وقاعدتي التاجي ومطار بغداد في العاصمة بغداد سيد أنيسي النقاش في نهاية المطاف ما نراه في العراق هل يؤشر على حتمية التصادم العسكري والتصاعد التوتر الحالي في العراق إلى أن يصل إلى نقطة الصدام هذا مؤكد لا يوجد بحث لأن الصراع ليس فقط في العراق الصراع في المنطقة عموما ولكن العراق وبؤرة الأساسية له هذا مؤكد يعني في صدام لا يوجد بحث هذا سيكون لأن خاصة أن اليوم الولايات المتحدة هي في أضعف حالتها عندما لاحظت هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي الحملة التضليلية بأن رطيف القوات الأمريكية تتحرك إلى آخره اكتشفنا بالأخير أن حاملتين طائرات اللي عم بحددوا فيهم المنطقة يعني راحوا على الجراج مثل أقول على الباركينج وحدي بجوام وحدي باليابان بسبب الكورونا وبسبب الأزمة اليوم البحرية الأمريكية خارج الخدمة عمليا بسبب هذا الإرباك بالمنظومة الكاملة الخاصة بها ولذلك الوضع جدا مناسب لإخراج القوات الأمريكية بكل الأبعاد السياسية وهو هدف استراتيجي المنطقة لا يمكن أن تستقر ولا يمكن أن تستمر وهي ما زالت حتى اليوم تعاني من نتائج الحرب العالمية الأولى والثانية بهيمنة الغرب عليها تخلصها من بريطانيا وفرنسا جاءت الولايات المتحدة وهذا لا يمكن أن تستقر به المنطقة وتكون هناك منظومة إقليمية متحالفة فيما بينها ومستقرة ومسالمة وتنمية حقيقية إلا بإخراج هذه القوات ولدينا مئة حجة وحجة وسبب من الأسباب ما الذي يمنع من أن تقوم الإدارة الأمريكية بتكرار مقامة به من استهداف الجنرال سليماني والشهيد المهندس ما في شيء يمنع تقنيا لا شيء يمنع من القيام باختيالات تقنيا لا شيء يمنع من توجيه ضربات نحن نحكي تقني بالمعنى الاستراتيجي لكن هنا قد تعتقد واشنطن بأن هذا سوف يجعل القيادات في العراق تتراجع عندما تشعر أنها مهددة كما اعتقدت وهذه معلومة أكيدة على أن اختيال قاسم سليماني هو سيجلب القيادة الإيرانية على المفاوضات ما بعرف مين حط هذا بعقله لترامب أكيد بومبيو تقدير خاطئ تماما وهذا ثبت من خلال الكتابات الصحافة الأمريكية أنه كانوا يعتقدون أنه هذا بيعطي ضربة قوية وبقول له ما في مجال نحن جوازنا قطوط الحمر يجب أن تأتي المفاوضات لدى الفعل كانت عاكس ذلك ضربت قاعدة عن الأسد وتحد تحدى تم تحدي أمريكا في المنطقة بشكل كامل ومازال التهديد اليوم يلاحق المطلوب هو في العراق كيف ترتب لأنك أنت لا تريد أن تخوض معركة وتبدأ معركة من أجل أن يكون هناك يعني مستبعات سلبية على الوضع العراقي لذلك تجميع الأوراق بشكل أفضل في العراق وتوزيع القوات بشكل جيد وإمكانية بناء المنظومة اللوجستية للمقاومة لأن هذه معركة ليست بضربة ولا بضربتين وليس بقصف صاروخي هذه معركة ستكون نسبيا طويرة الأماد لا تتجاوز الأشهر يعني لا تحتاج إلى سنوات ولكن تحتاج إلى وطيرة مستمرة يبدو الفاصل الزمني حتى الانتخابات الأمريكية نعم الانتخابات الأمريكية بالنسبة للرئيس الأمريكي هي ضوء أحمر ومهم له وبالنسبة لمحور مقاومة هو يعرف كيف يوقع عملياته أيضا ولذلك الأشهر القادمة فما بالك مع كورونا والأزمة الاقتصادية اليوم في أمريكا وأنهيار المنظومة اليوم جزء من القيادة الأركان الأمريكية في الحجر يعني ما فيش مخفي عما يعلمه وقد يكون هناك خسائر بشرية فيما بينهم لذلك كل هذا الإرباق بينما محور مقاومة لا يتحرك ضمن هذه المعادلات يعني لا العمل الشعبي ولا المقاوم ولا قدراتك متأثرة في هذه المساعدة التصعيد سيد سعد وبيان بيانكم بيان الفصائل الثمانية العراقية أتى بعد يوم أو يومين على الزيارة التي قام بها قائد قوة القدس في حرس الثورة الجنرال قاسم عفوا إسماعيل قآني إلى العراق وبالتالي هل من رابط وهل اجتمعتم مع السيد قآني وهل تم بحث مسألة التصعيد ضد القوات الأمريكية يا سيد الكريم اليوم الوضع العراقي منذ الجريمة النكراء التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية إلى حد هذا اليوم أعطينا مجالا كبيرا للدبلوماسية العراقية أن تأخذ دورها ولكن نا شاهدنا ونشاهد ويشاهد العالم مدى الاستهانة والاستهتار الأمريكي بالوضع العراقي مما وصل إلى حد الأمر لا يمكن السكوت عليه بعد اليوم لا نحتاج اليوم إلى أن يشير علينا أحد ولا نحتاج إلى وصاية لأحد علينا ولكننا أبناء هذا الشعب نعرف أصطحة بلدنا هذا وأعطينا دماء غالية علينا في سبيل وحدة وسيادة ومقدسات وأبناء هذا البلد لا يمكن السكوت على ما تقوم ما تقوم به الإدارة الأمريكية من وقاحة ومن جرائم يدى له الجبين اليوم نحن الشعب العراقي في أعلى مستويات القوة والجهوزية اليوم من خلال منبر الميادين نوجه خطابنا إلى الإدارة الأمريكية الشعب العراقي لا يرغب ببقائكم وعليكم أن ترحلوا وإلا سوف ترحلون بقوة وتواعد المجاهدين من أبناء المقاومة وأبناء الحجد الشعبي وحتى القوات الأمنية وحتى الشعب العراقي اليوم العراق ليس كما كان قبل داعش اليوم العراق يمتلك جهوزية عالية هناك حشد شعبي يمتلك من الإمكانيات المتطورة التسليحية والمعنويات العالية هناك مرجعية تدعم وتقف خلف هذا الحجد الشعبي وهناك أبناء شعب كلهم لا يرغبون ببقاء الاحتلال ويدعمون الحجد الشعبي وهناك حشد يمتلك من المعنويات والإمكانيات مما تمكنه أن يحسم مسألة بقاء الوجود الأمريكي سنشهد سعد المزيد من العمليات ضد القوات الأمريكية في الأيام المقبلة أعتقد أن إذا أصرت الإدارة الأمريكية واستمرت وتمادت في جرائمها وتدخلاتها في الشأن الداخل العراقي لن يسكت أبناء المقاومة على هذا التدخل وعلى هذه الجرائم وسوف تكون لهم صولة كصولة 2011 وكصولة ثورة العشرين فإنها رسالة الأجداد إلى الأحفاد أشكرك جزيلة شكر أستاذ سعد السعدي عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق كنت معنا مباشرة من بغداد تتوقع أستاذ أنيس أيضا أن تتصعد العمليات قلت الصدام حتمي 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 وموعد إخراج القوات بالمنطقة نهاية العام نعم هذا سيحصل أستاذ أنيس النقاش منسق شبكة أمان البحوث والدراسات الاستراتيجية أشكر حضورك هنا في الاستوديو ومشاهدين المسائية انتهت في ختامها تذكير بالعنوين سقف مرتفع لللهجة وغير مسبوق لفصائل المقاومة العراقية تهديد للقوات الأمريكية واعتبار الزرفي مرشح استخباراتها الزرفي يعلن عن برنامجه الوزاري سعيا لنيل ثقة البرلمان فكيف سيتعامل مع دخول فصائل المقاومة على خط الواقع الحكومي القوات الأمريكية تتابع عمليات إعادة تموضعها وتنسحب من قاعدة الحبانية فهل فشل رهان واشنطن على تغيير الوقائع الميدانية والسياسية المزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والاسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة